اهلا بحضراتكم مرة تانية مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيطلع ببيان بيشكر فيه خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الريادية اللي طبعا بادرت بتهنئة النادي الأهلي بانتصاراته في مختلف الألعاب وفي المقدمة طبعا زي ما قلنا أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لقوة القدم والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة الياد والعديد طبعا من الأنديال الشقيقة بهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة كمان لجماهير النادي الأهلي الغفيرة مؤكد على اعتزازه بدور الجماهير الكبيرة كقوة داعمة في كل زمان ومكان وناشدها بالحرص الدائم على الالتزام بالروح الريادية واحترام المنافس ودعم جهود الدولة والتعاون طبعا مع مؤسستها الوطنية اللي عمرها ما اتدخلت مجهود من أجل المصلحة العليا للبلاد أكد كمان مجلس الإدارة على أن هذه الجماهير الوعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة لن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلدها في الوقت اللي فعلا بتتكاتب في الجميع وتكاتب الجميع وتبقى جماهير النادي الأهلي دائما الحصن الداعم للنادي والوطن ده طبعا كان بيان أصدره بيان رسمي صادر من مجلس إدارة النادي الأهلي طيب الأهلي بيهني جماهيره زي مقلنا وبيؤكد على دعمه أو دعمها للوطن ومؤسستها وبيرفض الدعوات الهدامة